شكرا جزيلا لك دكتور خليل يشرفني أن أكون إلى جانب هذه الشخصيات المرموقة من سياسيين وناشطين وشكرا لكم جميعا لقدومكم إلى هذا المؤتمر عن الديمقراطية في العالم العربي. نحن نعتبر أنه من الأهمية بما كان أن نكسر الصمت حول الأضمة الديكتاتورية التي تقوم بانتهاك الأعراف الدولية في المملكة العربية السعودية. دولتي مثلا أو بلدي في بداية ديسمبر هذا العام تكون قد مرت ثلاث سنوات على مقتل جمال خاشقجي وهذا دليل كيف اختطف الشعب السعودي بأكمله. ليس من الواحد في المئة الذين في قمة السلطة وإنما من الشخص الأوحد في قمة السلطة محمد بن سلمان أحد المعتقلين اليوم خالد العتيبي وهو واحد من الأشخاص خالد العتيبي أحد المتهمين في مقتل جمال خاشقجي وهو مؤسس جمال خاشقجي أحد المؤسسين لدون ونحن موجودون هنا لدعم التزامنا بما كان يؤمن به جمال خاشقجي ولملاحقة كل القتل الذين اغتالوا خاشقجي. بعد ثلاث سنوات من القتل الدموي لجمال خاشقجي محمد بن سلمان لا زال يحكم بالسيف من اعتقال للناشطين والنسويات وأيضا ملاحقة الديمقراطيين خارج البلاد والاستمرار في الحرب على اليمن وهذا النظام لا يزال مفلتا من العقاب بهذه الجرائم في هذا الوقت لا يزال المجتمع المدني السعودي منتظرا ومحروما من الحق في مواجهة هذا القمع بالوسائل السلمية والجهات الدولية دعمت محمد بن سلمان في هذه الأعمال ولهذا نحن أعلن هذه الجهود وإعلان المبادئنا بأننا نرفض ترهيب عائلتي في الوطن وملاحقتنا خارج أوسرتي اعتقلت في السعودية وأصدقائي تم تهديدهم ونحن ملاحقون في الخارج أنا كجزء من مجتمع كبير في الخارج يتضمن العديد من الشخصيات العربية ونحن نتعهد بأن نقوم بكل ما بوسعنا لإخراج العالم العربي من دورة العنف هذه وهذه الحروب التي تجري فيها لقليل نحن نؤمن بأن الاستقرار وأنا أردد صدى ما قاله زملائي المتحدثين اليوم نحن نؤمن بأن الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال الديمقراطية وسيادة القانون نريد أن نؤمن العدالة لكل فرد دون تمييز لنضمن المساواة بين المواطنين وأن يكون لدينا قضاء عادلا ليكون مرجعية لتوافق عليها الجميع الشعب جهودنا في ديمقراطية الآن في العالم العربي دون هي منظمة أساسها جمال خاشقجي وفيها أيضا أيضا مجموعة أخرى من أكبر المجموعة المعارضة في السعودية ونحن نحاول أن ندعم الأصوات من داخل السعودية ولا نريد أن يحكمنا فقط هذا الشخص الفاسد الذي يقوم في السلطة مجموعة ناس فيها عدد من الأشخاص ومن القبائل والناشطين المدنيين وهم يريدون أن يكون ونحن نفتح أذرعنا لكل السعوديين والرواد الأعمال وأيضا أفراد من الأسرة الملكية أن يساعدون وأن نعمل معا لحماية المملكة العربية السعودية من الانهيار نحن نعمل مع كل المسلمين في السعودية وفي العالم العربي العديد من الدول المسلمة استطعت أن تقل إلى السعودية وفي السعودية نحن بحاجة إلى تخليص الدين من يد الدولة التي تحكم واستخدام الدين باعتبارها المضلة التي أرسلها الله لحرمان الناس من حقوقهم ومن الحرية في هذه القوة الملكية التي يقوم بها آل سعود وبعد موت الملك سلمان في أي لحظة ممكن سوف نحن ننظر إلى الدول العربية كمثال ونريد أن نحمي مملكة العربية السعودية من الإضطرابات وأعتقد بأن سيكون هناك قسم الولاء لهذا الشخص من المهمشين ومن الناس الموجودين في السعودية ولذلك نحن في نحن هذه المنظمة نريد أن نحرر الناس من هذا الطغيان طبعا محمد بن سلمان الجميع شهد كيف كان أخفق العالم في أن يكون لديه ردا مناسبا على محمد بن سلمان وجرائهم العدوان السعودي في اليمن لا يزال أبعد من أن يكون قد توقف والأنماط التي يقوم بها النظام لا يساعد حتى في أو الجهود المبذولة لا تساعد على إنهاء الحرب بشكل مناسب بالنسبة لنا لدينا هاجز في مساعدة السعوديين في داخل المملكة بأن يصبح مواطنين يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم وعن أصواتهم وأن ينظروا وأن يمارسوا كل أنواع النشاط الحر نحن نريد أن ننخلط مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني الدولي لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي دون استخدام التدخلات العسكرية أو الحروب إلى مساهمين ومحترمين في المجتمع الدولي عوضا عن أن نكون دولا مارقة يتم التسامح معها فقط بسبب ثروتها أو لأنها تشكل مركزا للاستثمارات الدولية لوقت طويل العالم تتسامح مع الدكتاتوريين ولكن الشخصيات المارقة مثل السيسي ومحمد بن سلمان والدكتاتوريون الآخرون في العالم العربي أثبتوا بأنهم مصدر خطير للاستقرار في داخل الوطن وخارجه ونحن ندعو المجتمع الدولي بأن يدعم الحركات الشعبية ومجموعات المجتمع المدني للوصول إلى نظام ديمقراطي المستقر لكي نحمي البلاد من الانفجار من الداخل لأن النتائج ستكون مدمرة للجميع شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا